أنهت البورصة المصرية تعبولات جلسة اليوم بداية جلسات الإسبوع بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة وسط تدولات تجاوزت 2.18 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.25 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 17.739 نقطة فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب41 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3637 نقطة وصعيد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 5334 نقطة